بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره الدليل الأول إلى الخامس وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ولا تدعو أي دعاء عبادة ومسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله عند الله تقديم ما حقه التأخير للحصر أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره فهم يعبدون هذه الأوثان وهي لا تملك لهم رزقا أبدا واعبدوه إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق وأسبابه واشكروا له لأن النعمة ابتلا وتحتاج شكرا بالقلب واللسان والجوارح يجيب أي لا يطلب من أحد أن يزيل ضره ويكشف سوءه وهو لا يستطيع منافق المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والإيذاء من عادته أقسام الرزق قسم عام لكل مخلوق وهو إما حلال أو حرام وقسم خاص بالمؤمنين وهو الإيمان والتقوى والعمل الصالح المسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين النهي موجه إلى من لا يمكن صدوره منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى الخامسة تفسير الآية التي بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإذا كان لا يكشف الضر إلا الله وجب أن تكون العبادة له والاستغاثة السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا فخسر الدنيا والآخرة السابعة تفسير الآية الثالثة فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعة تفسير الآية الرابعة ومن أضل ممن يدعو من دون الله العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة رده وإنكاره الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس لأنه يدعو دون الله من لا يستجيب وأن المدعوين غافلون عن دعائهم وأنه كافر بعبادتهم السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة أمن يجيب المضطر إذا دعاه السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده في الشدائد ولا تستغيث إلا به وحده التقسيم والتقعيد للقول المفيد